النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظهر مجموعة من المصانع بمدينة العاشر من رمضان إذن الرئيس قاعد مع مجموعة مهمة يناقش الزراعة ومستقبل الزراعة ومستقبل مصر والدكتور مدبولي في العاشر من رمضان بيقولك الصناعة احنا هنهتم الفترة الجاية قوي بالصناعة وكان معه طبعا وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والسيد حسام هيبا رئيس التنفيذ الهائة العامة للإقتطمار والمناطق الحرة سيد رئيس الوزراء شاب مختلف المناطق الصناعية وبدأ جولاته للتعرف على مكونات مجمع وحقول لكم اسماء جايزة أول مرة تسمعوا مجمع هاير الصناع المتكامل ده الصناعاته 135 مليار دولار أنا مش عارف هاير ده الصيني ولا إيه نصنع بيكو مصر الأجهزة المنزلية وده على 114 ألف متر ده التركي باستثمارات تركية تصل تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار راح مصنع يوتن للدهنات والبيات الصناعية ده على 94 ألف متر استثماراته 100 مليون دولار السيد رئيس الوزراء عقد نؤتمر صحفي آه الكلام مهم تعالوا نسمع عليه يمكن حضراتكم تابعته نحن مبارح الحمد لله مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعني وافق على البرنامج المصري بصورة نهائية وتم رفع طبعا البرنامج من 3 إلى 8 مليار دولار الدفعة الأولى ان شاء الله هتوصل الإسبوع القادم أيضا وان شاء الله طبعا احنا بنستهدف ان الدفعة التانية من صفقة رأس الحكمة هتدخل على بداية شهر مايو فالدولة والحكومة مع البنك المركزي احنا مأمنين ان شاء الله كل الاحتياجات الدولارية عشان القطاعات الانتاجية تنطلق بقوة وزي ما أكدت مرة واثنين وثلاثة أولوياتنا تلبيط الاحتاجات الأساسية وأيضا مستلزمات الانتاج والمواد الخامة ترجمة نانسي قنقر